تحمل مسؤولية كلامي هذا يريد حكومة عراقية نظيفة غير فاسدة منتجة تعمل ما هو لصالح للشعب العراقي من؟ اللي سمعته بنى تحتية زحى تعليم محاربة الفساد واسترجاع الأموال العراقية وطرد الفاسدين والمفسدين من الحملية السياسية ما عنده مشكلة أنه الآن الإطار يشكل الحكومة هذا ما تكلمت بيه حساس الوضع صارفه كل كلمة محاسبة عنه السيد الصدري يريد رئيس وزراء ورئيس حكومة يقود البلاد إلى بر الأمان حتى له لمرحلة قادمة يبني أساس حسب ما قاله وحسب حتى ما سيد حازم العراجي هذا حوارك مع سيد حازم مع الكل يعني بس دا أقول لك اللي أقدر أقول اسمه أمون عليه رح أقول قال أحنا قاعدين وساكتين وقدمنا 73 ناب وعدنا نواب اكتين احتياط على الأساس يسعدهم قدمناهم للأخوة لأخوتنا والله قال لأخوتنا بالإطار على الأساس نشكل حكومة تخدم الشعب العراقي وإلا رجعنا للمحاصصة طيب باشر إذا مباقت الخزينة ووزير العدل ما اشتغل ووزير الصناعة ما اشتغل ووزير البيئة ما اشتغل وإلاقنا شيخ عبراقي اسمي ثوات يلا تفضل إل من الحاسب وإذا حاسبنا سياغتنا فهذا سؤالهم منه رح يكون مقابلنا الحاسبة وليقلونا محاصصة جيد احنا السيد سمحت السيد مقتد الصدر يريد يشير كبرة محاصصة من العملية السياسية اشتركوا في القناة